بسم الله الرحمن الرحيم و اهلا بكم مرة تانية على دلس اوني انا عارف ان اتاخرت عليكم كتير في المنعك في الشرح بس ان شاء الله هعوضكم عنو و قبل نهاية الشهر ده هنكون خلصنا يونة 7 يونة 8 شرح و حال عليهم ان شاء الله من كتاب جيم نظام الشرح هيكون كالقاتي كل يونت هينزل له فيديو واحد شرح والفيديو ده هيكون متقسم جزء منه الكلمات وجزء منه الجرامر الطايملاين هيكون متقسم لاجزاء هيكون قدامكم بالشكل ده هيكون متقسم لكزا جزء لو دست على علامة السهم اللي موجود في الاول ده هيزلك اجزاء الفيديو بحيث مسلا لو مش عايز تشوف المقدمة هتعمل لها لو مسلا مش عايز تشوف شرح الكلمات هتيجدية على الجزء اللي تحت ده مسلا لو شرح الجرامر هتلاقيه بدأ معك على طول من نص الفيديو او من هو جزء الخاص بالجرامر فكل الفكرة من موضوع التعسيم ده انك تخش على الجزء اللي انت عايزه في الفيديو ومش مترجع انك تبدأ من الاول او انك تقعد تقدم كل شوية جزء بجزء لحد ما تصل الجزء اللي انت عايزه انت بس تدوس على علامة السهم ده هيزلك الاجزاء بتاعة الفيديو بالشكل ده دوس على الجزء اللي انت عايزه وزي ما عدتوكم الترمي ده كل واحدة هيكون لها خريطة ذهنية تساعدكم في حفظ الكلمات واكون فيه كمان امكانية انك تختبر حفظك للكلمات عن طريق انك تسمعها في اللينك اللي هسيبه لك تحت الفيديو او ما تدوس على اللينك ده هيفتحك زي كوز كده صغير في حوالي عشرين كلمة كل المطلوب منك انك بس هتكتب هنا هتشوف الكلمة والصورة بتاعتها قدامها هتيجيب في المربعة ده تكتب الاجابة بتاعتك سواءك هتكتب اجابة هنا او مسلا هتختار لو في اسئلة بطلب منك ان اخطيار حاجة معينة زي دي سواء مسلا هنا مش تكتب حاجة هنا هتكتب او هتختار يا دي يا دي اختار الاجابة اللي عايزها او اكتب مسلا هنا هتختار برضو هنا هتكتب في المربعة ده بعد انه اتخلص هتلاقي كاملة في الاخر اللي هي دي دوس عليها وهيزلك الدرجة بتاعتك لكن لازم تجاوب على العشرين سؤال لو سبت سؤال منهم ودوست هنا على يعني مسلا لو كتبت هنا اي حاجة فرضني انك سايب سؤال واحد من العشرين ودوست وصاب مش هيقبلها هيتطلب منك انك تجاوب على كل ده ما ينفعش تسيب اي سؤال لازم تجاوب العشرين لو في السؤال مش عارفه اكتب فيه اي حاجة عشان يعدها لك انما لو سبت حاجة فاضية مش هيدرك درجة دي كانت المقدمة وزي ما احنا عارفين الفيديو ده هيكون في شرح الكلمات وشرح الجرامر خلينا نبدأ في جوز الاول وهو الكلمات الكلامات هشرحها على عائلة قصة صغيرة بحيث تفتكرها في اي وقت من غير ما زهقك القصة اللي بتتكلم عن مسلا واحد شاب مصري انا شاب عادي وبروح المدرسة كل يوم وبعد ما البل بيضرب بعد ما الجرس بيضرب كلمة معناها جرس وهي اول كلمة معانا بعد ما الجرس بيضرب اللي هو البل واخرج من المدرسة والدي بيحضرني من المدرسة تعبير معناها او كلمة معناها يحضر شخص من المكان لما حد يحضر شخص من المكان بيقول ان هو معناها يحضرني كان بيحضرني من المدرسة هنا خلاص وتعودت على كده تعبير معناه يعتد على. ولما يحب اجيبه في الماضي بقول بدل بقول فتبقى يعتد على الماضي منها اعتد على. دائما والدي كان بيشجعني. كان بتانكراج معناه يشجع. الاسم منها والدي كان بيشجعني ان انا ازاكر كويس وكمان ان انا اشترك فيه اكتيفيتز اشترك فيه نشاطات. كلمة اكتيفتي معناها نشاط. الجامع منها اكتيفيتز نشاطات. كنت بستراجل وكان عن ان انا ابقى متفوق في دراستي. كنت بكافح وكان عندي عزيمة او اسرار. استراجل فعلا بمعنى يكافح. وكمة معناها اسرار. اسمه بمعنى الاسرار. الفعلى منها يصمم او يصر. وصفها منها مصمم او مصر. اللي هو التصميم. الاسم منها بمعنى التصميم. كنت نصنم ان انا ابقى متفوق. وكنت عايش في بيت كبير. وكنت عايش في بيت كبير وكان عندنا كان عندنا بستاني. بستاني اللي هو بيعمل اعمال الحديقة اللي شغال في الحديقة. وكان عندنا كمان او وصيفة. كلمة معناها وصيفة او خدمة. وكان عندنا خدم. يعني كان عندنا كان عندنا ميت كان عندنا ما كانش عندي غير صاحب واحد بس. كنت بحكي له كل اسراري. كلمة معناها سر. وموضيفها كلمة اسمها ماسة سير ميستري اللي هو لغز. فميستري هو السنة بتاع سيكرت سير ماكلائ يناها لغز. كل الاسراري ما عاد حاجات معدها حاجآه او معينة. كلمة معناها محدد او معين. كلمة معناها محدد او معين. ودي صفة الفعلى منها يحدد معناها محدد او معين. كنتظر لكل الاسراري معنى حاجات معينة. وانا وصاحب دك ان مهتمين بالليفنج الكريتشرز. الكيانات الحية. كنا احنا الاتنين بنحب او مهتمين بالليفنج الكريتشرز. الكيانات الحية. كلمة معناها عكاية حية. معناها يخلق. اللي هو الكيان الحية. اللي هو الكيان الحية. وبسبب اهتمامنا ده كنا بنروح او برامج دراسية بتتكلم عن الكيانات الحية. كلمة معناها برنامج دراسي. اي منعك بتدرسه في اي حتى في المدارسة في الجامعة في اي حتى ده اسمه كورس. كورس اللي هو برنامج دراسي. فاحنا كنا بروح نحن لكورسس مع بعض. كان في منها الصعب وكان في منها اللي هو يمكن فهمه. كان فيه كورصات صعبة وكورصات كورصات يمكن فهمها. كلمة فعلى بمعنى يفهم. لما بحطوها المقطع اللي هو في الاخر بتبقى اللي هو يمكن فهمه. بجانب اللي كنت بحضرها كنت بكرا قطب كتير وبقى منها جمل وبعنمات كتير. انا كنت بكرا قطب ومن الكتب دي كنت بقى كلمة معناها يستخرج او استخراك. كلمة معناها يستخرج او استخراك. بنترجمها هنا بمعنى يقتبس او اقتباس. بنترجمها في اليونت ده او عندنا هنا بمعنى يقتبس او اقتباس. لما تاخد جملة او معلومة من مصدر معين بتقول ان انت اقتبست او مقتبس الجملة دي من المصدر الفلاني. ده معنى الاقتباس. انك تاخد جملة او معلومة من مكان معين. ده كده اسم الاقتباس اللي هو وطبعا كاي حد بيدرس سواء في مدرسة او في جامعة كنت دائما ببقى مضغوط. كلمة اللي هو الضغط اللي هو مضغوط. ونزل مش بقدر مش بقدر اركز وحكا كانت بتخليك كانت بتخليك مشتت. بس انا كنت اننا هقدر احقق حلمي. كلمة كلمة معناها يركز معنى hiشت. ولما اقول معناها انا مشتت. امبستراكتت انا ذهني مشتت. وعندنا كمان كلمة معناها اواصق. انا كنت كنت واثق. وطبيعة اني يكون منشطات ومضغوط لان الدراسة دايما بيكون فيها دايما بيكون فيها تحديات. كلمة فعلة بمعنى يتحدى او اسمه بمعنى تحدي. كلمة فعلة بمعنى يتحدى او اسمه بمعنى تحدي. اسمه او فعله. بعد كل الضغط ده الحمد لله اخيرا خلصت المدرسة واخدت اخدت الشهادة. كلمة معناها شهادة. وطبعا بعد ما خدت الشهادة دخلت الجامعة. فالجامعة كنت عاز اتخصص في البيولوجي كنت اعاز اتخصص في علم الاحياء زي ما قلت لكم انا مهتدم بهكوني��는 في الكلام الحية فطبيعي لما خش الجامعه هاتخصص فيه في العلم الاحياء بس انا كان نفسي اسافر وادرس في جامعة برا في الخارج فبدأت تدور في المدونات في المدونات بالددت تدور فيها لحد ما لقيت منحة كويسة هتخليني اسافر هتخلينا اسافر لخارج البلاد زي ما انتبهنا معناها الخارج او خارج البلاد. وتوفر لي اقامة. معناها اقامة. هتوفر لي في البندل انه سيفر ادرس فيها. في الاول كنت كنت مرتبك مش عارف اوافق ولا لا. كلمة معناها 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 مرتبك. مرتبك. عشان كده انا قلت انا كنت مرتبك. كنت مرتبك ودعت افكر في في ظروف الحالية. كلمة معناها ظروف او احوال او شروط. هي ظروف او احوال او شروط. اللي هي الحالة اللي نعيش فيها دلوقتي. اما كلمة فدي لها معاني كتير. اول حاجة معناها حالي او جاري. احوالي الحالية. او ظروف الحالية. الحالية كلمة هنا معناها حالي. وجاي منها اللي معناها حاليا. معناها حاليا. المعنى التاني اللي كلمة هو طيار. المعنى التاني اللي كلمة هو طيار. كل الفكرة ان بالعربي كلمة طيار التي تأتي معها كثيرة ممكن أن تكون طيار كهربي ممكن طيار هوا بيكم biraz huh pum في هي ح ander ilk kill بمعنى فكرة منتشرة ودين لمشه فيها ده اسمه تير sate current İY building انت خ της كلمت current هي كلهم أي ضيار من ذور ممكن اقول عليه current current معناها بhayانيا او حالي او current مش跟你 cower سواء طيار كهربائي او طيار ماى او طيار هوا او طيار سائد اللي هو بمعنى فكرة سائد واكل لون مش وراها المهم بعد التفكير طويل قررت اننا قدمى هذه بعدما بيكون confused بعدما بنت مرت Page قررت ان انا خلاص هقدم في الملحة دي. قال ما كان مطلوب مني ان انا عارض التوضيحي. المطلوب مني عشان اقدم في الملحة دي ان انا اعمل برزن تيشن. ان انا اعمل عارض التوضيحي. وفعل أعملش وهما ابلوني. وخلاص هسافر بس هسافر Awen. هسافر الواحدى من غير حد من اهلي. عمالش العرض التوضيحى وابلوني لكن هسافر On my own هسافر بمفردي او الواحدى. فبدأت اطلع الجواز الصفر اللي هو الباسبورت. بعد ما طلعته وركبت الطيارة خلاص. كنت اللي هو ينظر من خلال الشباك أو ينظر من خلال الفزع. يبص من الشباك. معناها ينظر من خلاك. لما انت قاعد في العربية وجدك في العربية وبص من الشباك انت كده. بتبص من الشباك أو بتنظر من خلال الشباك. ينظر من خلال اسمها look out of المهم بعد ما سفرت حسيت ان بيت independent حسيت ان بيت مستقل عندنا كلمة depend on معناها يعتمد على depend on يعني يعتمد على ولما ببقى independent دي معناها مستقل يعني يعتمد على نفسي independent معناها مستقل من لوه بيعتمد على نفسي مش بيعتمد على اي حد ثاني كنت independent كنت مستقل وكنت بحاول احسن my accent and my communication skills كنت بحاول احسن لحجتي ومهاراتي في التواصل كلمة accent معناها لهجة اللهجة اللي ها طريق اللي بنتكلم فيها كل اللغة بيبقى ليها اكتر من accent العربي مثلا في لهجة خليجية لحجة مصرية لحجة مغربية في لحجات كتير الانجليز برضو لهجات كتير فانا كنت بحاول احسن اللぇ اللي ها اللاجة بتاعتي اللي ها بيتكلم به كلمة communication معناها تواصل اللي هي مهارات فلما قول communication skills معناها مهارات التواصل communication skills مهارات التواصل في الاول اي وز انويت في الاول انا كنت متضايق في الاول لما سفرت في الاول كنت متضايق كلمة معناها يضايق فعلا بمعنى يضايق الصفة منها متضايق اللي هي لي كنت متضايق بياتب اختلاف الثقافة كلمة معناها ثقافة يعني ثقافة يعني عدتهم من تخاليهم الطريقة اللي هم بتعطيش بيها مختلفة لأنه نكتب العاد nuevo في بلدي فبدأت افتقد عيلتي بدأت عيلتي توحشني عندانا كلمة لما اقول معناع ان ننا مفتقد الشخص ده معناها ان انا مفتقد الشخص ده او ان الشخص ده وحشني معناها ان الشخص ده وحشني فبدأت ابعت لهم وعمل لهم كمان بدأت ابعت لهم رسائل نصية وبريد صوتي رسائل نصية بريد صوتي وكنت بلخص حياتي والحاجات اللي بحصل معي كل يوم في رسائل دي كلمة معناها يلخص فعل بمعنى يلخص الاسم منه ملخص يلخص وكمان كنت باكتب دايري دايري اللي هي يوميات كنت باكتب يومياتي يومياتي وخلي بلكم انها دايري مش دايري دايري معناها مختلف تماما دايري معناها منتجات الالبان زي الجبنة كده كنت باكتب دايري كنت باكتب يوميات مش دايري عشان دايري معناها منتجات الالبان على العموم الوزر هناك ما كانش كويس ده تعبير معناها على العموم على العموم الوزر او الطقس هناك ما كانش كويس كان متوازل معنا عطقس. وبسبب ان طقس ما كانتش كويس بعد فترة معينة جاءت عاصفة. بسبب دي حاجات كتير تدمرت. بسبب اكيد كتير حاجات كتير هتتدمر. فكان فيه ناس بيتطوعه عشان يصلحوا الحاجات اللي قسرت دي والبيوت اللي وايعت. وانا كنت من ضمن الناس المتطوعين. كلمة فهي اللي بمعنى يتطوع او اسم المعنى متطوع. طيب من خطوة ترمي اول. يتطوع او متطوع. بعد كده عد السنين اتحسن انت بالتواصل مع الاخرين. يتحسن في. تعبير بمعنى يتحسن في. انا تحسنت في. واخيرا انا اتخرجت واخدت اخدت الشهادة او درجة جامعية. انا اتخرجت من الجامعة فهاخد درجة جامعية او شهادة جامعية. واكيد كان لازم انا راجل لسه مخالص لجامعة فاكيد هحتفل. كلمة معناها يحتفل. الاسم منها احتفال. يحتفل. احتفال. بعد ما احتفلت قررتي ان انا خلص هرجع مصر. يقرر معناها انا قررت انها هرجع مصر. فبقول كلمة معناها قررت انها سافر مصر. معناها يقرر. الاسم منها اللي هو قرار. مين كان اتخذ قرار? وفعلا رجعت مصر. بدأت اشارك الخبرة بتحتي الخبرة اللي اكتسبتها مع اهل ومع صاحبي. معناها يوشارك. وكم معناها تجربة او خبرة. شيري وشارك. اللي هي تجربة او الخبرة. وحكيت لهم طبعا عن بتاعة السفر. حكيت لهم عن مميزات وعيوب الصفر. عارفونهم طبعا برضو معناها مميزات وعيوب. مميزات وعيوب. وبس كده دي كانت نهاية الحكاية ونهاية الكلمات. زي ما بقول كل مرة دول مش كل الكلمات دول اهم الكلمات في اليونت. مش كلهم بس اهم مهم. ولو في اي حاجة زيادة هنشوفها برضو احنا من الحل. واشرحها بالتفصيل. خلونا برصة بصة سريعة على الخرطة الدهنية. طبعا المفروض ان شكل الخرطة الدهنية مش غريب عليكم انت شفتوها في الترميل الاول. اننا عملت لكم خرطة دهنية اليونت واحد والاتنين تريبا من الترميل الاول. وكان برضو حاجة شبه كده. دي الخرطة الدهنية عبارة عن اسم اليونت في النص. بعدين بفرع منه شوية كلمات رئيسية. وفي مسلا كلمات مفتاحية زي هنا وفي هنا صفات مهمة وهنا مسلا في تعبيرات. المهم ان دول اهم الكلمات اللي موجودين في اليونت. معك في صفحة واحدة تقدر في اخلال مسلا عشر دايق قبل الامتحان او انت بترجع. طب بص علي ان بص سريعة كده يفكروا بكل حاجة. هقول لكم بعد شوية حاملوه ازاي بس هقول لكم ان الحاجة معينة انكم مسلا منكم تكبروا فيها براحتكم. وتصغروا يعني مش هتبوص. او مش هتلاقيها مسلا مش باينة. لأ دي عبارة عن عبارة عن نص. فالنص مهمة كبرته او مهمة صغرته بيفضل باين. فلا ما تخش او ما تصورش الشاشة دلوقتي. لأ انت حملها احسن. هي عبارة عن اقل من واحد ميجا تقريبا. فيتحمل معك بسواني. خبروكم دلوقتي تحملوها ازاي. اكيد برضو انت عارفين طورة التحمين. هتدوس على اللينك بتاع ميديا فارد لتحت الفيديو. ما قد نين هتدوس على كلمة دولود اللي مطلوب اننا ان احنا نعرف ازدان نتحامل مع المضرع المستمر. وازدان نفرق بين الافعال اللي ينفع تيجي معاه مع المضرع المستمر. والافعال اللي ما ينفعش تيجي معاه. يعني مطلوب اننا احنا نعرف زمن المضرع المستمر. نعرف كل حاجة عن زمن المضرع المستمر. فخلينا نشوف زمن المضرع المستمر ده هنتعمل معها ازاي. طبعا المضرع المستمر هو مش جامر صعب ومش حاجة جديدة عليكم اكد ان انتم كلكم عرفينها. لكن كل الفكرة اول الحاجة اللي بيركز عليها هنا هو الكلمات اللي يعنف عجبها مع المضارع maislimer او اللي يعنف عجبها في استمرار. والكلمات اللي ما يعنفع cares я بهة. فهنشوف التكوين والاستخدام بسرعة كده. بعدين نشوف الافعال دي او الافعال الش garlic هنتعمل معها ازاي. اول حاجة التكوين اكيد ه亭 جيب فاعل. بعد الفاعل معدي كلمة استمرار او مستمر. يبقى انا هجيب وفعل في فيبقى عندي المضارع هو فاعل زائد زائد فاعل لزائد فاقول هما بيتفرجوا على التلفزيون لما حبا فيه هحط بعد فيبقى زائد الفعل لزائد فاقول إنها لتطبخ إنها لتطبخ العشاء الآن. شي ده الفاعل ده عشان اللي هي اللي هو الفعل في يبقى كان عندنا تكوين زائد زائد فاعل زائد فاعل لو عايز قام فيها بحط بعد كلمة فاقول مسلا لما جان فيها هقول لو عايز اعمل سؤال هجيب احطه في الاول فاقول زائد الفاعل زائد فاعل فال فكان عندي هتبقى هحاولها السؤال فهجيب في الاول فتبقى النافي والسؤال سهلين قوي مدام فيه في النافي احط النطب على في السؤال هجيب في الاول لو انا عندي مسلا اداة الاستفاهم عايز احطها بدل ما اقول فاعل هقول اداة الاستفاهم فاعل فاقول السؤال الاولاني كان هحطه الاولاد استفاهم فيه. تمام? بجيب قلة للاستفاهم بعد كده بعد كده الفاعل بعد كده الفاعل في ده كده التكوين النافي يلاستفاهم او سؤال. الحاجة اللي بعد كده هي المبنى المجهول. المبنى المجهول عندي او بتركم قليلة كده كتير ان هو عبارة عن زائد فاعرة في التصريف التالت. فورب لعندي اللي هو بعضو التصريف التالت. لكن مدم عندي كلمة استمرار او كلمة مستمر في اسم الزمن يقدر نازم اجيب كلمة كلمة اللي هي زائد زائد فعلا بتصريف التالت. يبقى مبنى المجهول عندي هو اللي هو في المضارع. بعد كده كلمة اللي هي جاية عشان كلمة مسلمر. بعد كده تصريف التالت. فاقول القرى او قرية القدم تلعب. قرية القدم تلعب. بدأت المفعول اللي هو بعد كده جبت اللي هو عشان اني مفرط. بعد كده كلمة بعد كده فعلا بتصريف التارت. مبنى مجهول هو عبارة عن مفعول زائد زائد الفعالة في التارت. الحاجة المهمة بقى هي الاستخدام. ايه هي استخدامة المنضارة على مستمر? اول حاجة من اسم الزمن انا باستخدمه عشان عبر عن حاجة بتحصل دلوقتي. حرس مستمر. وانا باتكلم في نص الحرس ده. فاقول مسلا. انا مستنى القطر. القطر يلسه مجاش وانا واقف مستني. انا واقف مستني. لو انت جيب بعد شوية هتلاقيني لسه عمل بيحصل. هيفضل يحصل لحد ما القطر يجي. طول الفترة اللي قبل ما القطر يجي الحدس هيفضل شغال. فعشان كده قلت او استغرنت معها المنضارة على مستمر. لما قل مسلا هما بيلعبوا قراءة قرن. لو انت جيب من شوية كنت هتلاقيهم بيلعبوا. لو اعادت شوية هتلاقيهم برضو بيلعبوا. هتلاقي ان الحدس شغال. الحدس مش بيخلص في لحظة. لا الحدس بيستمر الفترة. فاولة قدام المنضارة على مستمر هو حاجة بتحصل دلوقتي. حاجة مستمرة في الحدوث دلوقتي. طيب لما انها هتعمل بجد هذه الايام. هل ده معناه ان انا كل ماجه هلقيها بتعمل بجد? او كل مسلا ثاني هلقيها بتعمل بجد? لا. هنا هنا بقوله ان الحرس ده بيستمر هذه الايام. بيستمر في الايام دي. يعني النهاردة هتلاقيها بتتشغل بجد. لفترة معينة. بوقرة هتلاقيها بضع شغالة بجد. بعده هكزا. لان الحرس مش لازم يكون مستمر وقت وخوا الكلام. يعني مسلا بتقول انا بذكر انجليزي او انجليزي. هل ده معناه ان انا كل ما جي عبصلك هلقيك بذكر انجليزي? لا. ده معناه انك بذكر انجليزي في الفترة دي. مسلا النهاردة عندك حصة. يوم السبت مسلا عندك حصة. يوم الجمع عندك حصة. بعد يوم كذا عندك حصة. الاستمرار بيكون خلال فترة. مش لازم الفترة دي تكون وحنا بتكلم مع بعض. مثال كمان الشباب مش بيقول الجوايد هذه الايام. كان عندنا في التريم الاول حاجة اسمه صيغة المستقبل. وكما صيغة المستقبل هو المضرع المستمر. ازاي هو مضرعة المستمر في المستقبل? كنت سأل المضرع المستمر لما عبر عن حاجة مترتب لها في المستقبل. كنت قلت لكم ساعتها لو عندي كلمت راينج علشان هي كان بتعرفني ان الحاجة دي مترتب لها. فاي حال اسم مترتب فقول احمد هيغادر له في خلال ساعة. بعد ساعة احمد هيغادر له الأسر. ده مش حرس مستمر. لا. ده حرس ما ترتيب له. حرس تم الترتيب له في المستقبل. فاي حاجة اي حرس ما ترتيب له في المستقبل. باخد معه مدرع مستمر. هو هيقابل يوم السابت الصبح. ليس دمعها مدرع مستمر. عشان ده حرس ما ترتيب له. ده مش حرس مستمر. لا ده حرس ما ترتيب له. عندنا ملاحظة كمان وهي كلمة معناها دائما. معناها دائما من الكلمات تدل على المدرع البسيط. لكن ساعات كنا اتضمها مع مضارقة مستمر. ازاي? لما يكون في حاجة بتكرر والحاجة دي مش فارقة معاك مسلا حد عنده عادة معينة انه ومتأخر بس انت مش فارقة معاك. فبتقول يدanesanti. مضارقة بسيط معناها ان الحاجة دي عادته هو وهي مش فارقة معاك. لكن لما قول هي اس?- معناها ان هو او الحاجة دي مضيقاك. لما بتقول معناها ان هو بينسى او دقيعت له ان هو ينسى مفتاح العربية في البيت لكن الحاجة دي مش فرقة معك. لكن لما الحاجة دي تكون فرقة معك وبتضيقك بتاخد معاه مضرعة مستمر فتقول دايما وبين سمى مدرسة السيارة في البيت. الاتنين نفس المعنى. لكن الفرق ان انا لما مانتظرم مضرعة مستمر معناها ان الحاجة دي مضيقاني. اما لما دي ش Іمنا ما مسطرم من المضرعة البسيط معنا ان الحاجة دي مش فرقة معاي. حاجة ما تخصنيش. لما يكون حد معك في الدرس وبيسأل كتيجة. فتقول مسلا شي دايما هي بتسأل اسئلة كتير. هنا صدمت المدرعة البسيط فانت مش فارق معاك تسأل او لما تسألش. لكن لما تقول شي معناها ان انت متضايق او ان حاجة دي بتضايقك شوية. فلما دي تتكلم عن عادة حد او حدث بيتكرر ومش فارق معاك بتاخد معاها مدرعة بسيط. لكن لو بيضايقك حاجة بتضايقك وعندك كلمة بتاخد معاها مدرعة مستمر. بعد كده عندنا كلمات الدالة. الكلمات الدالة هي كلمات بتدي معنى شبيه للمعنى اللي زمان بيعبر عنه. قلت الجملة دي كتير قبل كده. ايه الكلمات اللي مكنت تعبرة عن الاستمرار? عندي كلمة اللي هو الان في هذه اللحزة. هذه الايام في الحاضر معناها معزالة. هذه الايام معناها انظر معناها استمع. انتبه. وحاجة تانية كتير. دول كلمات بيدلوا على المدرعة المستمر. لما بتلاقيهم في الجملة وبتركز شوية مع مدرعة المستمر. ده كده كان تكوين منافي واستفحام والمبنى المنكول والصدام والكلمات الدالة على المدرعة المستمر. نيجي بقى للكلمات الشازة. الكلمات اللي ما تعرفش كيف تيجي مع مدرعة المستمر ولا لا. الكلامات او الافعال دي بيسموها افعال الثبات. او دي اسمها افعال الثبات او افعال الحالة. يعني افعال الثبات او افعال الحالة. من اسمها هي اسمها او لأفعال الحالة او حال الثبات. انا عندي بيقع حاكتين. عندي اما اكشن. اما عندي حالة. اما عندي اكشن. اما عندي حالة. اما عندي فعل. الافعال اللي بتوصف الحالة الحالة الثبتة بول عليها فالاكشن او الفعل ممكن اجيبه في السمرار. الاكشن ممكن يستمر. ممكن يستمره للفترة. انما الحالة الحالة ثبتة. الحالة ما فيهاش تكون مستمرة. اللي ينفع يكون مستمره هو افعال او دي دي اسمها افعال الحالة. دي افعال بتوصف الحالة. الحالة اللي ما ينفعش تكون مستمرة. انا عندي حالة وعندي عندي حالة وعندي فعلة. الفعل يمكن ان يكون مستمر. إنما الحالة ثبتة مش مستمرة. في الفعل دايما بتكون بتعبر عن الحالة. وفي افعال ساعة بتكون ثابتة. وساعة تانية بتوصف اكشن بتوصف فعل. فبقيتها في Ist replied. وهنشوف كل افعال دي دو الوقتي. عندنا شوية حاجات او هما أستعمل لك اربعة جزاقي تقريبا. اول حاجة الاراء والاعتقادات. الاراء والاعتقادات بيقوا مع كلمات زي. او نو. اللي هو يعلم. كلمة نوم معناها يعلم. معناها يعطقت. لما ترجم كلمة على انها يعطقت. ساعتها ما ينفعش تجيبها في استمرار. ما ينفعش تقول معناها هو يعتقد. لا. هو يفكر. كلمة معناها يعتقد او يفكر. لما ترجمها على انها يعطقت ما ينفعش يجيبها في استمرار. لو هترجمها على انها يفكر فينفع ساعتها يجيبها في استمرار. بعد قراءة الافعال او دي كل افعال بتدول على المشاعر. برضو الافعال دي فاحيانا كدير مش ينفع تجيبها في السمرار. افعال الحواس والادراك زي دي كلها برضو افعال اسم افعال الادراك والحواس. دي بالنسبة كبيرة برضو مش هينفع تجيبها في السمرار. بعد كده عندنا الملكية. الملكية عندنا كلمة معناها يملك. كلمة لما ترجمة على انها يملك زيها زي كده يخص. دول ما بيجوش في السمرار. لكن لما كلمة يبقى معناها يتناول لما قول يتناول الافطار ساعتها كلمة يعتقد او يفكر لو معناها يعتقد ما تجيش في استمرار لو معناها يفكر تيجي في استمرار كلمة معناها يملك زيها زي كده الاتنين ما يفعش يجي في استمرار لكن لما كلمة معناها يتناول لما قول يتناول الافطار ساعتها كلمة بتيجي في استمرار فاي جملة اللي اقبالتك دايما حاول تفكر كده او حاول تفكر نفسك وتقارن كده هل انت هنا بتتكلم عن بتتكلم عن فعل عن حرس ولا بتتكلم عن بتتكلم عن藋ة. لو عرفت تصنف الجملة اللي عندك هل هي هل هيcussهم ساعتها بكل سورة تقدر تعرف هل الجملة دي محتاجة استمرها ولا لأ. حاوة تمسك أي جملة عندك وتصنفها تقول يما الجملة دي dieseựна دي حالة يما الجملة دي اكتشن لو عرفت تصنف أي جملة بين 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 حالة وبين فعل هتعرف تحل duy جملة في الجامر ده. في كتاب جديدة من جملك شوية أفعال قطر كده بيقولك ان الفعل دي توصف الحالة. هو بيكره القطط. دي حاجة ثابتة خلاص. فبما ان الحاجة دي بتوصف حالة مش بتوصف فعلة بيستمر للفترة يبقى هنا ما ينفعش اجبها في استمرار. لما اقول انا بفضل الكلاب. هل كده انا بتكلم على حالة ثابتة ولا بكلم على فعل بيستمر الفترة? لأ ان هنا مش بتكلم على فعلة بيستمر الفترة. انا بتكلم على حالة ثابتة انت لاجوك للنهاردة هتلاقييني بفضل الكلاب. بكرة بفضل الكلاب. بعد سنة بفضل الكلاب. ده مش حالة مستمرة. لا دي حالة ثبتة. حالة ثبتة. مش فاعلة بيستمر الفترة. الفاعلة اللي بيستمر الفترة بيخلص. فاعلة اللي هجيبه في السمرار بيستمر الفترة وبيخلص. لما اقول ما ذاكها قويس او يعني تعاملها حلو. فخلاص دي حالة ثبتة برضو. لما مسلا اقول انا عايت ازور باريس. هل دي حالة حالة ثبتة? ولا اي حالة بيستمر الفترة? المدرعة البسيطة هو اللي بعبر عن الحالة الثابتة أما الفعالة اللي بيستمره للفترة بياخد مع مدرعة ومستمر في الكتابية بيشت أمثلة ذي مثلا I'm thinking about your plan أنا بفكر في الخطة بتاعتك أنا أفكر في خطتك كلمة think هنا معناها يفكر زي ما تفنى think بمعنى يفكر عاد أجبها في الصمرار أما think بمعنى يعتقد ما يفعش أجبها في الصمرار المثالة بعد كلا He is having dinner now إنه يتناول العشاء الآن هنا كلمة have بمعنى يتناول التبالي لن have بمعنى يتناول تيك في الصمرار أما have بمعنى يمتلك زي هزي own ما يفعش تيك في الصمرار تتحسس طريقه في الظلام تتحسس طريقه في الظلام هنا كلمة feel مش معناها يشعر أو مش معناها تشعر لأ هنا معناها تتحسس معناها تتحسس حد مسلا مشيت الظلمة فيبيحسس بييده مسلا على الحاجة معينة عشان يمشي عشان ما يمشي في الظلمة فبقول بتتحسس طريقها في الظلمة كثب لك هو انها بتساوي بتلاقي طريقها فكلمة فيل هنا مش معناها يشعر كلمة فيل مش معناها يشعر هنا لما يقول مثلا انا هشوف المحامب بتاع النهاردة هنا كلمة زي مش معناها يشوف برضو هنا معناها ان انا هقبله فكلمة زي هنا معناها يزور ايو قابل كل فكرة هنا ان هو عايز يقول لك ان افعال الاعتقاد والمشاعر والعواطف والادراك والحواس والملكية دول ما بيجوش في استمرار لو بيعبر عن كده لو الفعل هو بيعبر عن رأي او اعتقاد لو بيعبر عن مشاعر لو بيعبر عن ادراك او حواس لو بيعبر عن ملكية ما بيفحش يجي في استمرار لكن لو ما بيعبرش عن دول فساعدة هيجي في استمرار نفس الفعل منكن يعبر عن الحاجات دي ومنكن ما يعبرش كلمة منكن تعبر عن رأي او اعتقاد ومنكن ما تعبرش كلمة هاف منكن تعبر عن ملكية ومنكن ما تعبرش كلمة ساي منكن تعبر عن ادراك او حواس ممكن ما تعبرش فلما بتعبر عن رأي او مشاعر او ادراك او ملكية ما تجيبهاش في الصمرار لكن لو عبرت عن حاجة تانية ساعتها ما فيش مشكلة نتيجة في الصمرار يعني الفكرة مش في الكلمة الفكرة في اللي الكلمة بتعبر عنه لو الكلمة بتعبر عن رأي او مشاعر او ادراك او ملكية ما تجيبهاش في الصمرار لو ما بتعبرش عن اي حاجة من دول ساعتها هدها في الصمرار لما اقول مسلا هتناول العشاء الان هالكلمة هنا عبرت عاملكية? لا ما عبرتش عاملكية. يبقى عادة تجي في السمرار. لما اقول هل ينفع اقول بتشعر بطريقة في الظلمة? ولا بتتحسس طريقة في الظلمة? لا معناها تتحسس. لكن مثال هنا ما عبرتش عن احساس. ما عبرتش عن احساس. يبقى تجي في السمرار. لما اقول مسلا انا احب هذه العطلة. هنا ما اوصيش بها دي مشاعر او ما اوصيش بها ان انا بحب العطلة بجد. لا انا اصد هنا ان انا بستمتع بالعطلة. انا بستمتع الاوضلاء دين. عم هنا معناها عم انني انا استمتع. دلوقتي عدلنا نقرر مكرمة بس بين المضارقة البسيطة والمضارقة المستمر. ايه الفرق بين المضارقة البسيطة والمضارة عمриз. طوان chart تعرفين المضارقة البسيطة وعبان عن فاعل زائد فاعله طيص přتصرف الاول وبتحطر اس او اي اة. له الفعل بتاعك مفرط. تمام فما علمى التكوين دلوقتي ما يهمنيش? اللي هيمين هو الاستخدام. او ايه الفرق بينهم والمضارع المستمر. الفرق اننا لما انا بتنطر في هذه اللحظة معناها ان الحرس ده بيحصل دلوقتي. الحرس ده مستمر دلوقتي. هيستمر الفترة وبيخلص. انما لما انا باقي ما تنتر في الشتاء. هنا انا بتكلم على حاجة بتكرر كل فترة. او بتكرر كل شتاء. حاجة بتكرر او عادة. المضارع المستمر يبقى عبر عن حرس بيحصل دلوقتي او بيحصل الفترة معينة وبيخلص. اما المضارع البسيط بيعبر عادة. او حارس بيتكرر. الحارس اللي مع المدرعة المستمرية بيكون بيكون مؤقت. اما مع المدرعة البسيط بتكون دائمة. ليه دائمة? عشان هي عادة. عادة بتتكرر فاكد لا تحصل كل شوية. فبتبقى. لما اقول they are living in a small flat. هما عايشين في شقة صغيرة. معناها ان هما عايشين فيها لوقت مؤقت. غير لما قول they live in a very nice flat. هما عايشين في شقة اللطيفة قوي. المدرعة البسيط احرمت ان دي حاجة او ان هما عايشين في الشقة دي بشكل دايم بشكل مستقرر بشكل دائم. اما المدرعة المستمرين عرفني ان هما يعني حاجة مؤقتة. او ان الحدث ده حدث مؤقت. المدرعة المستمر حدث مؤقت. اما المدرعة البسيط حدث دائم. حدث بتقرر او عادة بتكرر. فبقول عليها حدث دائم. فاخر جزء من الجنور جايب لي جذول فيها ستة انواع من الافعال. افعال الادراك والاحساس دي اول واحد. رقم اتنين العواطف. رقم تلاتة الحالات العقلية. رقم اربعة المظاهر والقيمة. رقم خمسة الملكية. رقم ستة تفضيل والارادة. ستة انواع دول من الافعال دول ما بيجوش في استمرار. ستة انواع من الافعال دول ما بيجوش في استمرار. لما تلاقي جملة بتعبر عن ادراك. بتعبر عن عواطف. بتعبر عن حالات عقلية. بتعبر عن مظهر او قيمة. بتعبر عن ملكية. بتعبر عن ارادة او تفضيل. ساعتها ما باخدش الكلامات دي في استمرار. طبعا مش مطلوب منك تحفز كل الكلام ده. كل الكلام ده احنا هناخده او هنتعود عليه بالحل. عارف ان الموضوع يكون ملغبط بشكل كبير. لكن الفكرة مش انك تحفز كل ده. الفكرة انك تحل كتير. مع الحالة هتفعل الموضوع مش ازاي. واتعرف اي هي الحالة اللي ينفع اخذ فيها استمرار. وايه هي الحالة ما ينفعش اخذ فيها استمرار. فاضل بس معنا بنصورين ان في حاجة اسمها افعال المشاعر. افعال المشاعر في جزء ان الافعال دي شكله ما بيفرقش في المعنى. يعني لما اقول هي 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 هي. الاتنين معناهم يؤلم. الاتنين بيدوا نفس المعنى. الاتنين مايفرقوش عن بعض. هي 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 هنا بيقولك ان بعض افعال المشاعر في المضرع البسيط او مضرع المصنمر ما بيغيرش المعنى بتاعهم. الافعال دي زي اللي هي ايشعر. الاتنين مضرع بسيط ومضرع المصنمر بيكون نفس الحاجة. المعنى بتاعهم مش بيفرد. بيقول لك كمان ان افعال الحواس ممكن تصار معا كلمة كان او كوت. اقدر اشام اقدر اسمع اقدر المس. افعال الحواس مع المدرعة البسيط. ممكن اخد معا كان او كوت. كان او كوت. اوعدكم ان شاء الله المرة جاية لما نجل حل على الجرامر ده هيكون اسأل بكتير من ما انتم شايفينه دلوقتي. مش يكون في كمينات اللغبات اللي في دماغكم دلوقتي. بكتبا يكون خلصنا يوني سبع كلمات جرامر. ان شاء الله زي ما اتفعنا الفيديو اللي جاي هيكون عبارة عن حل هحاول حل كمية كبيرة. بحسنا خلص اول يونيب بسرعة. وبس كده. شكرا لكم وشكرا لكم وان شاء الله بيتها جاي.